السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ورده ابو العنين من قناة مختصون في التبريد المنزلي النرة ده حاجة بتكلم معاكم عن موضوع قلنا بنشوفه داخل التلاجة المنزلية او المكيف او اي شيء شغال بكمبروسر وشغال بالعيون وشغال بالأشياء هادي باللاحظ ان فيه وجود سخونية على الشبكة او اجزاء التلاجة ساعات بيدخلوا اشياء داخل التلاجة زي اليودر عشان خاطر يعمل عملية تسخين بالجوان عشان ما يمسكش وينشف طيب كلنا نعلم ان التلاجة لازم الشبكة او المكسف الخراجي بتاعها او الداخلي او اي ان كان نوع المكسف اللي مركبينه لازم يسخن ده بالسخونية النتيجة ديت يا جماع عن اي بالزبط لازم نفكر فيها عشان ده ما نفكر في موضوع السخونية ديت لازم يكون عندنا خلفية علىها بيسخن من اي طبعا كل فانيين يقولك لو الشبكة بتاع التلاجة ما سخنتش اذا التلاجة مش هدبر اذا المسؤولة على السخونية عندي هنا هل هو الفريود هو المسؤولة على السخونية ولا الضاغط او الكمبروسر هو المسؤولة على السخونية ولا الغاز اصلا هو المسؤولة على السخونية لما نجي نقسم الدايرة بتاعتنا هنلاقي الدايرة بتاعت التبريد بتنقسم الى عدة اقسام اساسية وهو الكباس المكسف او الشبكة اي ان كان نوعه وادات الانتشار سواء اكسبنشن او سواء كابيرلي والمبخر اللي هو الفريزر دي الاجزاء الاساسية الذي يتكون منها دائرة التبريد فيه واحد ممكن يقول لي امش مهندس والفلتر اقول له الفلتر اساسي وليس اساسي لكن لازم يكون موجود داخل دائرة التبريد حتى ينقض دائرة من الشوائب والرطوبة الداخلية لما نجي نمسك الكمبروسر ونقسمه دلوقتي هنلاقي الكمبروسر بتاعنا بيتكون من سحب وطرد اذا عندي مصورة السحب بتاعتي لما يرجع عليها الفريون من مبخر ودخلها داخل الكباس دخلها بطريقة ضغط منخفض درجة حرارة منخفضة لها نظام داخل الكباس يستقبلها عشان خاطر ما تخش على البستم مرة واحدة وتبوزه انا دلوقتي هتكلم في الجزئية الخاصة ليه الفريون بيطلع سخن لما يجي الجزئيات نضغطها مع بعضها في داخل البستم فبتحتك مع بعضها احتكاج جامد فبينتج عن الاحتكاج ده سخنية تقرب الجزئيات لبعضها فبينتج عنها سخنية في السخنية مع ضغط الفريون لازم يطلع سخن من طريقة الاحتكاج داخل البستم غرفة الضغط بتضغطه فالجزئيات بتقرب لبعضها قوي فبيحصل عندي عملية احتكاج جامد داخلها فينتج عنها سخنية او بمعنى صح لو انا قدت افرك ايديا ايديا هتسخن فلما السخنية الفريون او الغاز السائل الغاز الموجود عندي لما طلعها من قلب الكباس طلعها سخن فاستقبلته الشبكة فالشبكة استقبلته هو سخن طبعا كلها نعلم ان المادة لها ثلاث اشكال في مادة صلبة في مادة سائلة في مادة غازية وكلها نعلم ان الغاز الاصل بتاعه غاز فلما يتضغط مع بعضه قرب الجزئات لبعض فطلع عن طراء الشبكة طلع عن طراء الشبكة سخن فلما يقبل الهوى مع التبريد فبيغير من خواصه من غاز بخليط بسائل انا اتكلم دلوقتي على الجزئية ليه الغاز بيطلع سخن من داخل الكباس عشان خاطر الاحتكاك اللي حصل في الغرفة عن طريق الطرد اللي حصل الجزئات اتقربت من بعضها قوي فحصل احتكاك ما بين الجزئات وبعضها فطلع سخن لما يخش على الشبكة داخل بدرجة معينة ما السخنية وانا كنت اتكلمت في فيديو قبل كده عن السخنية ولاي بيطلع من فوق الشبكة من فوق ما بينزلش من تحت وكنت اتكلمت عنها في فيديو قبل كده ممكن تراجعولو موجود في القناة بتاعتي بس فيه حاجة تانية عاوز اقولكم عليها اللي بيعتمد عندي هنا على الغاز او الضغوط العالية والمنخفضة داخل التلاجة وده بعضك بصفة عامة لازم انبق عنها اللي بيخلي عندي ضغط عالي وضغط منخفض داخل التلاجة هي اداة الانتشار الموجودة سواء كابعلي او سواء الموجود ده من ضمن اللي بيخلي عندي فيه ضغوط فرقة الضغوط في ضغط منخفض ضغط وضغط واطي طبعا لو انا مش موجود عندي ضغط منخفض وضغط واطي اذا عندي فيه احتمال اللي يكون عندي فيه السدد اسف عندي احتمال اللي يكون فيه تفويت في الكباس مش يعمل عندي فيه ضغوط ضغط منخفض ووقت عالي او ممكن الحاجة الاهم ممكن يكون الفيشة بتاع التلاجة متشالة او الكمبروسرا مش وصله قهربة عن اي وسيلة ممكن ممكن يكون مفيش مصدر في القهربة واصل للتلاجة او عندي الترمستاد بتاعي فاصل او عندي فيه سلك مقطوع او عندي الكباس نفسه محروق ما بيشتغلش فاذا مش يفضل عندي ضغوط عالية وضغوط منخفضة داخل التلاجة لكن بصفة عامة عشان الفني يدخل ويسأل السؤال ليه الفريون بيطلع سخن انا جاوبت على السؤال اهو وان شاء الله ده بمساعدة بردك مهندسين بردك 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 الله فيهم هم بينبهوني الحاجات بنحتاجها كل الفنيين عشان اعيد عليكم السؤال تاني الفريون بيطلع سخن من داخل الكمبروسرا عن طريق الاحتكاج الداخلي اللي حصل وقت الطرد بتاع الفريون من داخل غرفة الكمبروسرا عشان يطلع للشبكة او المواسيع اللي هينتشر فيها عشان يتحول من المادة بتاعته اللي هي طلعة غاز الى خليط من الغاز لكود مع غاز الى لكود اي قابلوا الفلتر ومن الفلتر يخش على وسيلة الانتشار وبعدين هيخش على المبخ فرب اكون ادرات اللي انا اوصل المعلومة بشكل والكل يستفاد منها لو في اي حاجة مش بينة في المعلومة عندكم الكومنتات قلولي عليها تنبهوني ممكن يكون في شيء غلط او ممكن يكون في شيء نسيته مش قادة اللي انا اوصله لكم فبمساعدكم انتو اللي تدخلونا اوصل كل معلومة ان شاء الله صحيحة عشان بعد كده من يجي حد يسألك ليه الفريون سخنه الشبكة سخنة طبعا تجاوب عليه وان شاء الله جوابها يكون بسيط وهي معلومة ممكن تكون بسيطة بس كنا نحتاجها وكان معاكم مهندس عبدالعليم من قراءة مختصرون في التربيد المنزلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر